السلام عليكم ايه لأخبار احمد سامي معلومة عايز اقولها لكم اتمنى الاول ما كنوش زيقتوا مني انا عارف ان انا بعملوك فيديوهات كتير يعني بس معلومة معظم الناس اللي عندي هنا او في ناس كتير يعني فاتحين قنوات على اليوتيوب في خطأ كل الناس بتعملوا غالبا ده هيبقى سبب تدمير الحسابات بتاعتها فخلينا نشوفوا الاول كده بص كده زي ما انت شايف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا محتوى جميل اشتراك في قناتي. انا كزا كزا. وده دول تعليقين اتنين بس. من ضم دي على تعليقات كتير. التعليقات دي يوتيوب مجرد ان انت بتذكر اشتراك في قناتك او ان انت عندك قناة في تعليق عند حد ده بيعتبره سبام. تمام? ومع الوقت السبام ده بيضطر انه يعني يلغي قناتك انت. فهمني? انا بضطر انا. يا اما اقول ان الفيديو ده ان التعليق ده مش سبام وده الاختيار السهل ومش ده اللي بيحصل عادة عادة بضطر ان هو بيديني الاختيار بس ان انا امسح التعليق. كويس? ان انا امسح التعليق اللي موجود. من القيمة بتاعت الاسبام. ده مش معناه ان هو انا شلته من الاسبام يعني. ده معناه ان خلاص انا عرفت ان هو اسبام فانفضينا او يا اما سيبه. ففي الحالتين لو الاسبام ده كتير عندك قناتك هتتقفل. ماشي? وبرضو وقتا ما بتعمل الاسبام من النوع ده او رسائل مزعجة على حسب ما يوتيوب بتقول ان قناتك ما بتزهرش في الاقتراحات. يعني انت بتأذي نفسك. فاوعى تعمل حاجة زي دي. تمام? فانا دايما يعني انا بقيت انبه الناس عندي في القناة بشكل خاص. كل حد يعمل تعليق اقول له تمام انا هشوف قناتك وكل حاجة بس ما تقولش كده. ما تقولش طلب زي ده. لان الموضوع واحدين تلات. لكن لقيت الموضوع بدأ يقفر جدا فكان لازم احذركو. اوكي? حكاية ان انت تتبع اه تحط رابط قناتك في منشورة. تحط رابط قناتك عند حد. اه حاجات زي كده يوتيوب مش مش هوبلي. يعني هما مش الفكرة دي بالنسبة لهم حتى لو الشخص ده صاحبك وهيوافق على الرابط زي ما انا بعمل كده. انا بقبل التعليقات دي عادي. ما فيش مشكلة. بل بالعكس اللي بقى لقيه حاطت رابط لقناته. بحاول رفع التعليق بتاعه الفوق عشان يظهر للناس. يبقى اي حد يقرأ التعليقات يقدر يشوف قناته. تمام? لكن ده مع يعني مع الوقت هيسبف اقفل قناتك بشكل كامل. فارجوكو حاولوا انتم ما تعملوش الموضوع ده باي طريقة مهما ان كانت.